مملكة البحرين تقديرا لإسهامات كوالر التمريض الدؤوبة والثمينة في الرعاية الصحية اعتمدت منظمة الصحة العالمية الثاني عشر من مايو من كل عام يوما عالميا للتمريض تجسيدا لمدى الاهتمام بدعم الكادر التمريضي الذي يقوم بجهود وأسهامات متعددة ضمن إطار عمل المنظومة الصحية من حيث توفير الرعاية الصحية للمرضى وتنفيذ القطط الصحية والوقائية بكفاءة عالية أن الطاقم التمريضي يشكل ركنا أساسيا في القطاع الصحي لذا أولت مملكة البحرين اهتماما خاصا بالكوادر التمريضية فجهودهم النبيلة المستمرة بتفاني وإخلاص لها دور بارز في خدمة المواطنين والمقيمين كما لهم بصمة واضحة في مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها القطاع الصحي كونهم لا يدخرون جهدا في الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم بكل إنسانية ومهنية في جميع الأوقات فهذا اليوم هو فرصة لنستذكر الإنجازات التي حققها قطاع التمريض في مملكة البحرين والتي تتعلق بالحفاظ على صحة الجميع وتقديم سبل الرعاية الصحية الملائمة لهم بمختلف التخصصات الطبية فشكرا لكل الممرضين والممرضات الذين سهروا وتعبوا واجتهدوا وفذروا قصار جهدهم في سبيل إنقاذ حياة الإنسان